فتحت الأكشاك السياحية وانتشر رجال الشرطة الحياة تسير بشكل طبيعي في مدينة سيد بوسعيد الساحرة ولكن هناك مخاوف من ضرب السياحة التونسية بعد الاعتداء على المتحف الوطني للعاصمة وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الخميس الاعتداء الدامي على متحف باردو في العاصمة التونسية الأربعاء الذي خلف 21 قتيلا بينهم 20 سائحا أجنبيا وشكل فعلا غير مصبوق آثار مخاوف من زعزعة الديمقراطية التونسية التي ولدت بعد العام 2011 وتعمل الحكومة التونسية على تهدئة الوضع وعدم نشر الذعر الميزي ستتفعل هذه المدينة للمشاهدين من المردى وقد ارتفعت الإرادات عام 2014 بنسبة 6.4% إلى مليار وستمائة مليون يورو ولكن هذه المعدلات ما زالت بعيدة عن تلك المسجلة قبل ثورة العام 2011 وقد ألغت شركتان سياحيتان كان زبائن لها ضمن ضحايا لاعتداء رحلتهما المقرر إجراؤها في تونس ولكن عددا من الأشخاص أكدوا خلال معرض سياحي في باريس أن الاعتداء لن يمنعهم من زيارة البلد السواح الموجودون في تونس يعطوننا دعما ويطلبون مننا أن نعتمد عليهم ويعرضون علينا تقديم معلومات عن وضع البلد ويرفضون إلغاء رحلتهم وهذا يفرحنا كثيرا وأكدت وزارات الصحة أن الاعتداء أدى إلى مقتل ثلاث يابانيات وإسبانيين وكولومبي وأسترالي وبريطانية وبلجيكية وفرنسيين اثنين وبولندي وإيطالي